بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلبة قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة الملك خالد. اخر جزء النهاردة هنتكلم عليه في شابتر وان اللي هو الانتروداكشن. اه جزء خاص بيه انواع الاساسات. وده خاص بيه اه طبعا او كورس الفونديشنز انجينيرينج اه تو. اللي مقرر على اه المستوى العاشر لقسم الهندسة المدنية. جزء الاخير لانواع الاساسات. اعتقد ان احنا كنا تعرضنا لها في الفونديشنز انجينيرينج وان بس هنفتكرها مع بعض. عندنا انواع الاساسات يا جماعة اللي بيه اه محطوطة عشان تنقل الاحمال زي ما قلنا فيه جزء سابق من السوبر للسويل نوعين. عندنا فيه حاجة اسمها شالو فونديشنز او الاساسات الضحلة والديب فونديشنز او الاساسات العميق. طيب ايه اللي بيحدد ان الاساس دوت هل هو اه شالو ولا ديب. اللي بيحدده حاجتين. اول حاجة او او عمق التأسيس والعرض بتاع الاساس بتاعي. فبنقول لو ان عندي دي اف ديت كانت اصغر من او تساوي تلاتة بي. كويس. او لقينا ان الدبس دوت اقل من تلاتة متر. في الحالة ديت يبقى الاساس بتاعي يعتبر شالو فونديشن. اما لو ما تحققش شرط من الشرطين دولة يبقى احنا بنتكلم على الديب فونديشن. بمعنى ايه? ممكن عندي يكون الدي اف بتاعتي اصغر من تلاتة بي. اصغر من تلاتة بي. لكن الدي اف بتاعتي كبيرة جدا. مسلا وصلة عشرة متر. لا يبقى ده هنسميه او العكس. يكون عندي اكبر من تلاتة بي او الدي اف ديت اصغر من تلاتة متر. ولكن الدي اف بتاعتي اضبغ. لا ده بعض داك يعتبر دي فونديشن. يعني لازم يتحقق الشرطين عشان نقول ان ديت شالو فونديشن. اهي زي ما انت شايف ده اساس باين خالص ان دي لو دي سطح الارض بتاعك. وده الاساس بتاعي على عمق اللي هو الدي اف بتاعتي. فالاساس ده يعتبر ماله يعتبر شالو فونديشن. وده نوع منه اللي هو الاساس المنفصل. اما لو تلاحظ ان الاساس بتاعي في الحالة ديت. اللي هو الدي اف بتاعته كبيرة جدا اكبر من تلاتة متر او الدي اف على اللي بي اكبر من كم من تلاتة. ففي الحالة دي بيسموه ديب فونديشن. وطبعا ده اللي احنا هنبقى اه هنركز عليه في دراستنا في الكورس بتاعنا. علشان احنا اتكلمنا عن الشالو فونديشن في اساسات واحد. فلو حتى نفتكر كده مع بعض الشالو فونديشنز بتاعتنا ايه الانواع اللي موجودة فيها? درسنا فيها القواعد المنفصلة. لو كانت سكوير او ريكتانجل او سيركل. درسنا فيها الاستريب فوتينج او الاواعد الشرطية. بس درسنا فيها النوع اللي هو اه او بيم. تيرم ده ان شاء الله هناخد الكورس او بتاع الاستريب فوتينج ويذ بيم. وهندرس برضك الكومبايند فوتينج الريكتانجل. مش هندرس الترابوزيدر على اساس احنا اخدناه في اساسات واحد. وهناخدها معرض لي مومنت. الشددات او الاستريب بيم. ده نوع من انواع برضك الاساسات السطحية والاساسات الضحلة. بهذه اللبشة بتاعتي دي تعتبر اساسات السطحية. اما الاساسات العميقة هي هي? طبعا هي اساسا بتبقى الخوازيء اللي هي البايلز. لكن في عندي كمان الreach اللي هي اللي هي بيسموها التعامات. وعندي كمان اللي هي القايصونات بس دول مش داخلون في نطاق الدراسة بتاعتنا. احنا الدراسة بتاعتنا هي الخوازيء. ويعتبر برضك اللي هي تعتبر منشأ بنستخدمه عشان نسند التراب بتاعنا او الصويل بتاعتنا دي ممكن نعتبرها من الديب فونديشن. ان شاء الله كده يبقى احنا خلصنا في الكورس بتاعنا شابتر وان ونبتدي على طول بقى في شابتر تو وي الاساسات اللي احنا هناخدها. شكرا.